الرئيس النجيري محمد بوهاري يفوز بولاية رئاسية ثانية حسب نتائج الاقتراع التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات حصل بوهاري مرشح حزب مؤتمر كل التقدميين على أغلبية الأصوات بمجموع 15 مليون صوت بالإضافة إلى أكثر من 25% من الأصوات في ثلثي ولايات نجيريا البالغ عددها 36 ولاية وهما معياران أساسيان للفوز في الرئاسية النجيرية أشكر ملايين الأشخاص الذين صوتوا لإعادة انتخابي رئيسا في السنوات الأربع المقبلة أنا جد ممتن لكم لأنكم تثقون في قدرة على خدمة البلاد وتعزيز السلام فوز بوهاري أعلنته بشكل رسمي مفوضية الانتخابات بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات في سائر ولايات البلاد باستثناء ولاية واحدة فقط اللجنة أوضحت أن التقدم الكبير الذي أحرزه بوهاري على أقرب منافسيها أبو بكر عتيق يجعل من المستحيل على الأخير اللحاق به حتى لو فاز بأصوات الولاية المتبقية ما يعني فوز بوهاري بولاية ثانية محمد بوهاري عن حزب مؤتمر كل التقدميين حقق المعايير التي ينص عليها القانون وحصد أغلبية الأصوات لذا نعلنه الفائز في هذه الانتخابات تحديات كبيرة تواجه بوهاري في ولايته الرئاسية الثانية من أبرزها الحرب على الفساد ومواصلة الحرب على بوك حرام التي تعهد في ولايته الأولى بالقضاء عليها وكبدها خسائر كبيرة لكنها عادت من جديد لتجميع صفوفها ورغم الحصيلة الأمنية وواقع أن أكثر من مليون وثمانمائة ألف شخص لم يتمكنوا حتى الآن من العودة إلى منازلهم بسبب العنف فإن فوز بوهاري بولاية رئاسية جديدة دليل على أن الرجل يحظى بدعم قوي في واحدة من أكبر الاقتصادات في إفريقيا